فيما يخص التكنقراط باللاتي فيما يخص التكنقراط شكونا كانت تعني بالتكنقراط يعني وزراء لا ينتمون إلى أهزم سياسية تكنقراطي ووزراء تنبوا صباغتهم حالاش لا باللاتي وقل لي حالاش نعقل مزيان من الذي تمت صباغته كما تطريد هناك سيد العالمي مليحفيد العالمي هو الوحيد هو الوحيد لمشي تمت صباغته شو ما هذا الكلام مليحفيد العالمي هذا يعني مقترح دير السيمزوار نقول لك لا ينتمي إلى حزب لا يكن ينتمي على نيازا إلى الأحرار لا يزعيكم هذا لا أبدا بالعكس سمح لي نقول لك هذا أول إسم تقريبا قالوا لي السيمزوار ما تكلمنا على الوزارة التجارة والصناعة والتجارة الخارجية والتكنولوجيات الحديثة أنا فرحت لماذا؟ لأنه الحزب السياسي يجيب السياسيين دياله يحكمهم زيان ولكن هذا ما تيمنع الشي لكانت شي شخصية عندها واحد المكانة خاصة والناس كيتصوروا عندها واحد القدرات خاصة يعني يتزاد واحد أو جوج أو ثلاثة فسط حكومة فيها بين 30 و40 ديال الناس هذا واحد الكسب للبلاد لأنه شو المهم؟ المهم هو نجيبه شي واحد عنده تيكات بوليتيك سياسية ولا نجيبه اللي يخدم البلاد فالتقدير ديالنا باللتي أحسن التقدير ديالنا أن هذا السيد اللي نجح بعدها هو نجح في الحياة ونجح في عالم الأعمال وإحنا كحكومة هذا المجال ديال العالم ديال الأعمال من نهار اللي جينا في المرأة في النسخة اللولى وإحنا كنتذكروا معهم ونتنطمئنهم ونتنحاولوا نشتغلوا معهم ولكن قابحا لا نقصهم شي حاجة قلنا هذا المرة هذه خلي يجي واحد من الوسط ديالهم يكون مشرف على القطاع ديال التجارة والصناعة والصناعة والتجارة الخارجية والتكنولوجيات الحديثة والمقاولات الصغراء ومحاولة إدماج القطاع الغير المهيكل هذه قطاعات كبيرة يجي لها الشخص وكان أعتقد هذا واحد من أحسن من أحسن من أحسن الاختيارات اللي عملنا وكانت من نول التوفيق ولن نجح غد يكون كسب ولن نجح في العمل دياله غد يكون كسب للمغرب